اشتركوا في القناة كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وهديه هنا في هذا الباب يعني يقول كان الرجل يطلب العلم احنا بنتكلم على الزمن الجميل زمن هؤلاء الأخير الأبرار كان أفضل ما كان عندهم أمران الأمر الأول هو جمعية القلب عند الطلب بالإخلاص والصدق وأنهم يتجهون إلى العلم وكان الجميع يعلمون شرف العلم لذلك كان العلم له مكانة في كل الأمم يعني عند كل الخلافة كانت تعقد تعقد مجالس العلماء وكانت مجالس العلماء هي أعظم المجالس على الإطلاق وتعلمون كان العالم له كوكبة من طلبة علم يلتفون حوله ويحتفون ليه حتى أم الرشيد نظرت فوجدت كوكبة ووجدت جلبة كثيرة وأنوار قالت من الأمير فقال ليس بالأمير فنظرت فقالت من هذا؟ قالوا هذا كان مين أو سعيد؟ إسماعيل ممكن يكون غيره لهرون رشيد قيل ابن مبارك ها قيل ابن مبارك ها تذكر ابن مبارك فقالوا ابن مبارك هو أليق ابن مبارك لا حقا هذا ابن مبارك خلاص انتهى الموضوع لأنه المسألة أمم شوف شوف دي مكانة العلماء فهي حتى لما نظرت لذلك وش قلقات والذي نفسي بيدي هذا هو إيش؟ هذا هو الملك لا هذا هو الملك هذه الخلافة الخلافة السلوة وحقيقة هذا العلم شريف ولذلك لما كانوا يعلمون قدر العلم كانوا يهتمون جدا بأن الأعمار طفنة من أجل هذا العلم وكانت كل مرة تتمنى من ابنها أن يكون علما من أعلام هذه الدنيا وكان الأصل في ذلك هو تأثر المتعلم بالعلم وبالمعلم فكانت أم مالك تعممه أول شيء الهيئة تعممه ثم تقول له اذهب إلى مجالس ربيعة فتعلم من سمته ودله قبل أن تتعلم من إيش؟ من علمه كانوا يتعلمون السمت والدل من مالك رضي الله عنه وارضي مالك جعل الله له هيبة في القلوب عظيمة جدا وأنا حرت وكرت وأقرأ في ترجمتي كثيرا لأرى ما الذي يخبئه لأنهم قالوا ما رأينا عليه كثير صوت ورسي فكان بينه وبين ربي خبيئة فتعظيم القلوب هذه فأنا يعني وسعت النظر فوجدت أنه كان من أعظم الناس تعظيمة لسونة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يمشي حافيا في المدينة يسألونها يقول تعظيما لقبر نبي صلى الله عليه وسلم وكان حقا عندما يجلس يقول أنا سأتكلم عن حديث النبي أو سأسمع حديث النبي فكان يغتسل ويتهيأ بأبهى الثياب ويتطيب بالطيبة عنده البخور لما لأنه أشرف الكلام سيطرح فكان هذه من أعظم الخبايا تعظيم السنة أمر جلل لذلك مالك عظم في القلوب بتعظيمه للسنة وتعظيم السنة دين ندين الله به لأنك تعظم وحي أصلا أنت تعظم ما يرتكز عليه الدين وتأتيني تقول لي لا أخذ بأحديث الأحيات في العقائد والثاني يقول لي وهذا الحديث إمامنا أعلم به منك والثالث يقول لك أنت ليه بتتكلم في الحديث ليس لك أنت مثلك لا تتكلم في الحديث أنت مثلك تركب الحمار وتمشي هو هذا هم يريدون من الناس أن يكونوا كالحمير فقط لما لأنك لما تقول قال رسول الله وش اللي هيحدث يزعجهم لا يفهمون لا يفهمون فين الولد الذي عقد أو راح نظر له أين هو تعال ماذا قال لك هو أنت تابع الشفع أبو الشفعي لما قال دكتور فرغزة قال له إيش قال له أنت تابع أولئك قل بسببك بسبب الرجل اللي بيقوله شفع أبو الشفعي بقى خلتوا التجارة بتقول لصنس الأداب يقولون أين الدليل أنا هو والله شبت هو سألوا بيقوله بتعادي تابع الرجل اللي قال الشفع أبو الشفع بتعادي ليه؟ قال خل الناس تقول لنا فين الدليل أين الدليل أرأيته؟ أبو الله يا هادي أرأيت؟ صح؟ ألتوا بخلت الرجل يجعل الناس يعني ألنا تترفع صح؟ لأنه كل ما يجي كلمة تقول له يا ابني قال رسول الله يقول لا ما تتكلم برزاجة وقلت مؤسسة مؤسسة عظيمة يددا لا أذكرها قالت تصريحا قالت ما في شيء اسمه البحث عن الحديث أو الطلاح الحديث انتهى فيه عند الأمة الأربعة أقول إخوتي الكرام قال فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وهديه عندما يخوف بين هذا الله فلا يبد أن يكون خاشعا متمسكنا لأنه تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف خلقه قالت كان خلقه القرآن ثم لما سئلت عن عبادتي قالت كان إذا سجد قال سبحانك الله بحمدك اللهم اغفر لي قالت يطبق ما قال الله تعالى إذا جاء نص الله الفتح ورأيت الناس يطلقون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغل كان يطبقه ولذلك الظهري قال يا أهل الحديث اعملوا بالحديث أدوا زكاة الحديث عن كل أربعين حديثا اعملوا بحديث وحد النعاين قال من عمل بالحديث مرة كان من أهله فلذلك يظهر طالب العلم تظهر قوته يظهر فضله انطبق العلم ولك أن تعرف العلامة على أن العالم يعمل بعلمه انظر لعلمه في نزول أم في أو في ارتقاء إن كان في ارتقاء فعلم أنه يعمل بعلمه فإن الله يأبع على من يعمل بعلمه أن يقف عن تحد فإنه يشكر له ذلك فيثبت له الخير الذي هو فيه ثم يعطيه فوقه يعطيه فوقه نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم سبحانك الله وربنا بحمدك أشهد الله إلا 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 استغفر وعطوه إليك الله جعل الله صليح واجعله واجعله خالص واجعله بأشيئة الله جعل هذا البلد أمنا أمنا رخاء أمنا رحمة الرحمن اللهم أكون لهم عضو ومصير وانت رحمة الرحمة اللهم أني أسألك أمان لأرتد ونعيما لأنفذ ورفقة نبي محمد في دانة الخض اللهم أفرج كرب المقربين وفك أسر المأسلين وستددين على المدينين واشو مرضاه ومصير المأسلين ومصير المأسلين أنت رحمة الرحمة سبحانك الله ربنا ومحمدك أشهد لا إلا 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 أنت أستغفر وأتبو إليك كن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم